نروح الأخبار التنس ونجمة مصر ميار شريف عادت النهاردة للقاهرة علشان تكون بتشارك في بطولة الدوري المصري للتنس اللي هتقام منافستها خلال الفترة من 14 لحد 22 ديسمبر الجاري على ملاعب سماش الخمايل بالسادس من أكتوبر مشاركة ميار شريف في بطولة الدوري المصري للتنس هتكون ضمن استعداداتها لمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اللي هتقام في شهر فبراير اللي جاي ميار شريف كانت خاضت أكتر من بطولة في الفترة اللي فاتت ما بين أمريكا، تشيك، أسبانيا حققت نتائج مميزة ونتمنى لها التوفيق بالتأكيد في مشاركتها في البطولات المحلية مصرية ده هيكون بيزيد من المنافسة وقوة اللعب ما بين كل اللعبات اللي بيشاركوا في البطولة كل هيكون هدفه إن هو يكون بيلاعب ميار شريف في الأدوار المتقدمة فنتمنى لها التوفيق فكرة إن إحنا نقول عندنا ولاية لعبة بتستعد البطولة أستراليا المفتوحة للتنس هي عادي، بقيت حاجة عادية فبنشكر ميار شريف وبنتمنى لها التوفيق دايما إنها تكون بتوصلنا لنقطة ما كناش بنتكلم عنها قبل كده ده بطل وده نوع جديد من البطولات إحنا جدادة عليه ولكن بإذن الله تكون ميار انطلاقة لمزيد من المواقف اللي إحنا بنعتبرها جديدة وغريبة علينا من وجود نجوم فيها فهنيئا لها وهنيئا لنا وجود بطلة بهذا الحج شكرا للمشاهدة